من باريس ينضم إلينا علي نصر الدين الكاتب والمحلل السياسي سيد علي الآن بريطانيا تعلن أنها انضمت أو يعني أجابت أو استجابت لنداء واشنطن بتحالف دولي لتأمين مياه الخليج العربي هل ما زالت واشنطن بحاجة إلى المزيد من حلفاء أم يمكنها البداية الآن واشنطن منذ البداية قالت أنها ستقوم بتحالف دولي لحماية الخليج واتصلت بكثير من الدول منها من قبل ومنها من لم يجب ومنها دول أوروبية بريطانيا في الأخير الآن قبل القبول بريطانيا أن تنضم إلى هذا التحالف لحماية الملاحة في المضيق كان هناك فكرة وأيادتها فرنسا والدنمارك للانضمام إلى بريطانيا لحماية النقلات في المضيق الآن توسع الأنجل أستراليا هي على استعداد للانضمام وهناك دول كثيرة تدرس هذا الموضوع بالطبع في أوروبا ليس من الممكن التكلم عن أوروبا موحدة لأخذ أي رأي بهذا الخصوص فالدول الأوروبية هي وحدة أوروبية اقتصادية وليس أكثر من هذا وبعض القوانين ولكن ليس هناك سياسة خارجية أوروبية وليس هناك سياسة دفاعية أوروبية ولا أعتقد أن أوروبا بإمكانها كما تقول ألمانيا أن بإمكانها أن تؤلف قوة أوروبية بحثة لحماية المضائق لنكن واقعيين بدون الولايات المتحدة التي هي رأس حلف شمال الأطلسي ليس هناك قوة قادرة على المواجهة البحرية بهذا الشكل ماذا لدى ألمانيا أو فرنسا أو حتى بريطانيا لوحدها ماذا لديها من قدرات بحرية سيد علي فيما يتعلق بفرنسا الموقف الفرنسي الحالي إلى أي من الموقفين الأوروبي الألماني أو الأمريكي يقترب الموقف الفرنسي هل فرنسا ستقبل بأن تكون عضوة في التحالف الأمريكي أم تساند برلين في توجهها نحو التحالف الأوروبي لا أعتقد أن بإمكان فرنسا أن تخرج من أوروبا بشكل واضح الآن ولكن في المستقبل إذا كانت تحالف دوليا وتقوده الأوليات المتحدة فليس بإمكان فرنسا أن تبتعد وحتى لو لم تدخل ألمانيا فكل هذه الدول هي دول مستقلة في هذا النوع من التحالفات الموضوع هو أن أوروبا حتى الآن تمربح في حالة ضبابية بخصوص الاتفاق النووي فهي لا تريد الانسحاب أو لا تريد قطع العلاقة مع إيران من ناحية الاتفاق الأوروبي ولكن هناك ضغوطات إيرانية كل يوم تأتي تدع أوروبا كلها في الزاوية وإيران ليست بحاجة كثيرا فعلا ولا تهتم كثيرا للمواقف الأوروبية لأنها تعرف أن الولايات المتحدة هي العامل الأساسي في أي مواجهة إن كانت مواجهة اقتصادية أو مواجهة عسكرية أو مواجهة سياسية أوروبا تأتي في الدرجة الثانية ولا تريد أن في الوقت الحاضر ولا تريد أن تقطع كل الخيوط مع إيران لأنها تريد فعلا أن تكون في موقع وسيط إذا صح التعبير ولكن في النهاية كله يتوقع العلاقات المتحدة نصر الدين الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من باريس فشكرا لك ترجمة نانسي قنع